موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء المشاهدين أعزاء الطلبة والطالبات عام دراسيون جديد وموفق نتمناه لكم نحن أسرة علم الأحياء عنوان درسي اليوم هو الخلية وحدة تركيبية ووظيفية عزيز الطالب تابعنا بشرح هذا الدرس بعد الفاصل أعزاء الطلبة والطالبات نعود إليكم مرة أخرى ونذكركم بعنوان الدرس وهو الخلية وحدة وظيفية وتركيبية العلماء منذ القديم كان شغلهم الشاغل هو دراسة علم الخلية ومن هؤلاء هو العالم مارشيلو مالبيجي هو مؤسس علم التشريح المجهري ومكتشف الشعيرات الدموية هذه صورة الشعيرات الدموية والشعيرات الدموية هي أصغر الأوعية الدموية الموجودة في الجهاز الدوري استطاع هذا العالم أن يكشف أسرار الدورة الدموية في الجسم كما أنه أول العلماء من استطاع أن يرى خلايا الدم الحمراء السؤال المطروح عمامك عزيز الطالب ما الخصائص المميزة الواضحة لخلايا الدم الحمراء من حيث الشكل واللون والحجم نلاحظ من الصورة أن خلايا الدم الحمراء أو خلية الدم الحمراء قرصية الشكل تأخذ اللون الأحمر وهي لا ترى بالعين المجردة صغيرة الحجم بما أنها لا ترى بالعين المجردة ماذا استخدم مالبيجي لرؤية هذه الخلايا في ذلك الوقت؟ تابعنا عزيز الطالب حتى تستطيع الإجابة على هذا السؤال والآن عزيز الطالب دعنا مع أن نناقش الأسئلة التالية كم عدد الخلايا التي يتكون منها جسمك؟ هل الخلايا التي تكون منها جسمك متماثلة في الشكل والحجم والتركيب والوظيفة؟ أدد بعض أنواع الخلايا التي تكون منها جسمك دعنا نلاحظ الشكل الذي أمامنا نلاحظ أن جسم الإنسان يتكون من العديد من الأجهزة هذه الأجهزة تحتوي العديد من الأعضاء فالرئة مثلا تحتوي على أعداد هائلة من الخلايا هذه الخلايا تساعد الرئة في أداء وظيفتها وهي عملية التبادل الغازي أخذ الأكسجين وطرد غاز ثاني أكسيد الكربون أيضا من خلال الصورة هناك المعدة المعدة تحتوي على أعداد كبيرة جدة من الخلايا هذه الخلايا تساعدها على عملية الإنقباض والإنبساط العملية الإفرازية حتى تساعد في عملية هضم الغذاء لأنها جزء من الجهاز الهضمي إذن من خلال هذه الصورة نستطيع الإجابة على الأسئلة أعداد الخلايا داخل أجسامنا أعداد هائلة تتراوح ببلايين الخلايا هذه الخلايا ليست متماثلة لا في الشكل ولا في الحجم ولا في التركيب لأن كل خلية متخصصة بأداء وظيف معين ومن أهم الخلايا الموجودة في جسم الإنسان هي الخلايا العصبية والخلايا العضلية والخلايا المعاوية والسؤال الآن عزيز الطالب كيف استطاع الإنسان معرفة أسرار الخلايا؟ اكتشاف الخلايا ارتبط اكتشاف الخلية باختراع المجهر الضوئي حيث باستخدام المجهر الضوئي استطاع العديد من العلماء دراسة علم الخلية ومنهم العالم روبريت هوك حيث قام بفحص قطع من الفلين وهذا هو العالم روبريت هوك وهذا هو المجهر الضوئي الذي قام باستخدامه وهو بسيط التركيب هو ضوئي لأن استخدم به ضوء الشمعة العالم روبريت هوك قام بفحص قطع من الفلين ولاحظ أن الفلين تتكون مجموعة من الفجوات أو الفراغات مرتبة بصورة متتالية أطلق عليها اسم الخلية وهو اسم لاتيني بعد العالم روبريت هوك قام العديد من العلماء باستخدام المجهر الضوئي ومنهم العالم مرشيلو مالبيجي الذي اكتشف الشعيرات الدموية اكتشاف المجاهر بعد اكتشاف المجاهر استطاع العديد من العلماء معرفة العديد من الحقائق عن الخلية ومنهم العالم شلدن والعالم شفان حيث توصل كل من العالم شلدن والعالم شفان أن الخلية هي الوحدة البنائية التي تتركب منها جميع الكائنات سواء كانت نباتات أم حيوانات أما العالم بيرجو فقال أن الخلية هي الوحدة الوظيفية والبنائية للكائنات الحية هذه النظريات التي وضعها هؤلاء العلماء صيغت مع بعضها البعض ومن خلالها تم وضع النظرية الخلوية التي ساعدت في اكتشاف العديد من أسرار الخلية كما ساعدت العلماء في العديد من الأبحاث ومنها أبحاث علوم الأمراض وعلوم الأحياء بصورة عامة النظرية الخلوية تقوم النظرية الخلوية على ثلاثة مبادئ أول هذه المبادئ أن الخلية هي الوحدة الوظيفية الأساسية لجميع الكائنات الحية المبدأ الثاني تتكون جميع الكائنات الحية من خلايا قد تكون منفردة أو متجمعة تنشأ جميع الخلايا من خلايا كانت موجودة من قبل لنلاحظ هذه الصور نلاحظ أن الخلايا متنوعة من حيث الشكل من حيث الحجم من حيث الوظيفة فمثلاً هذه الصورة توضح الخلية العصبية والخلية العضلية تمتاز الخلية العصبية والخلية العضلية بأنها طويلة شكلها طويل نلاحظ عزيزي الطالب أن الخلية العصبية هي أطول الخلايا الموجودة في جسم الإنسان حيث أن يمكنها أن تبتد من الحبل الشوكي إلى أسفل القدمين أيضاً الخلية العضلية تمتاز بأنها طويلة حتى تستطيع القيام بعملية الإنقباض وعملية الإنبساط أما الخلية البكتيرية كما هو واضح بالصورة هي صغيرة جداً وخلية البيضة كبيرة الحجم السؤال الآن هل تتشابه جميع الخلايا النباتية من حيث التركيب مع خلايا أوراق الإلوديا؟ خلونا نشوف أوراق الإلوديا هذه شريحة أوراق الإلوديا وهذا السهم الذي يقارن ما بين الخلية النباتية وأوراق الإلوديا هي تتشابه في التركيب العام ولكن خلايا الإلوديا قد تتحور حتى تستطيع القيام بوظائفها السؤال هل تتشابه الخلايا النباتية والحيوانية من حيث التركيب؟ نعم تتشابه حيث أن جميعها تحتوي على غشاء خلوي والسايتوبلازم ونوات وقد تختلف حيث أن الخلية النباتية تحتوي على جدار خلوي وتحتوي على البلاستيدات الخضراء حتى تستطيع القيام بعملية البناء الضوئي السؤال لما تختلف خلايا جسمك من حيث الشكل؟ هذه الخلايا مختلفة ومتنوعة من حيث الشكل لأن كل خلية تحورت حتى تستطيع إعطائنا كفاءة أعلى في العمل لكل خلية وظيفة متخصصة خاصة بها تطور المجاهر دعونا الآن نعرف قصة المجاهر وكيف تطورت على مر الزمان أول هذه المجاهر هو المجهر الضوئي وهذه صورة المجهر الضوئي المستخدم في مختبراتنا بالعلوم المجهر الضوئي يمكنه تكبير الكائنات الدقيقة إلى حد ألف مرة أكثر من حجمها الطبيعي وقد تطور استخدام المجاهر من قبل العلماء باستخدامهم الأصباغ تحكمهم بدرجة الضوء والتباين حتى يمكنهم الحصول على أعلى جرجة من الوضوح خلال فحصهم للأينات والآن أي من هذه الصور وهي صورة البراميسيوم هي الأكثر وضوحا وتفصيلا لاحظوا معي هل المجهر الضوئي الصاطع أم مجهر المجار المظلم أم مجهر التباين نلاحظ أن مجهر التباين هو الأكثر وضوحا لأنه استطاع إعطائنا تفاصيل أكثر في البراميسيوم بعد اكتشاف المجهر الضوئي تم اختراع المجاهر الإلكترونية والمجاهر الإلكترونية استخدمت الإلكترونات بدلا من الضوء وهي مجاهر متطورة جدا وتستخدم في المؤسسات العلمية الحديثة منها المجهر الإلكتروني الماسح حيث تمسح الإلكترونات سطح الشيء فتتكون الصورة ثلاثية الأبعاد وذات قوة تكبير تعادل 150 ألف مرة ضعف الحجم الأصلي هذا هو شكل المجهر الإلكتروني الماسح دعونا نلاحظ شكل العينة بعد تصويرها نلاحظ من شكل العينة أنها تكون واضحة وتكون تأخذ شكل ثلاثي الأبعاد بعد ذلك هناك المجهر الإلكتروني النافذ حيث تنفذ الإلكترونات عبر شريحة رقيقة إلى الشيء المراد فحصة حيث تستقبل على شاشة ولهذا المجهر إمكانية تكبير تصل إلى 500 ألف مرة من الحجمها الأصلي إذا نحن نحصل على قوة تكبير عالية من خلالها نستطيع رؤية تفاصيل داخل جسم العينة المراد فحصها هذا هو شكل المجهر نلاحظ التفاصيل داخل جسم العينة المراد فحصها والآن حد النوع المجهر الإلكتروني المستخدم في فحص العينة من خلال الصورة التي أمامك هذه صورة رقم واحد هذه صورة رقم اثنين في صورة رقم واحد نلاحظ أن الصورة ثلاثية الأبعاد إذا تم استخدام المجهر الماسح أما في الصورة رقم اثنين فهي صورة تبين التركيب الداخلي لهذه الخلية وبالتالي أو هو الحيوان المنوي فهو بالتالي باستخدام المجهر الإلكتروني النافذ والآن مع مراجعة الدرس السؤال الأول ماذا يحدث عند عدم صبق شريحة مجهرية؟ الإجابة عدم وضوح الشريحة لقلة التباين في الشريحة السؤال رقم اثنين ما مبادئ النظرية الخلوية؟ كما طرحتها بالسابق هي ثلاثة مبادئ خلونا نذكرها مع بعض المبدأ الأول والمبدأ الثاني والمبدأ الثالث مرة ثانية مبدأ الأول المبدأ الثاني المبدأ الثالث المبدأ الأول الخلية هي الوحدة الوظيفية الأساسية لجميع الكائنات الحية هذا هو المبدأ الأول المبدأ الثاني تتكون جميع الكائنات الحية من خلايا قد تكون منفردة أو متجمعة المبدأ الثالث تنشأ جميع الخلايا من خلايا كانت موجودة من قبل والآن أعزائي الطلبة دعونا نسترجع بعض المفاهيم التي تم طرحها بالدرس النظرية الخلوية تشمل ثلاثة مبادئ لنسترجعها معا المبدأ الأول أن الخلية هي الوحدة التركبية والوظيفية لأجسام جميع الكائنات الحية المبدأ رقم اثنين أن هذه الخلايا قد تعمل بصورة منفردة أو صورة متجمعة كما هو مكتوب تتكون جميع الكائنات الحية من خلايا قد تكون منفردة أو متجمعة المبدأ رقم ثلاثة تنشأ جميع الخلايا من خلايا كانت موجودة من قبل الآن دعونا نسترجع معا عملية تطور المجاهر أولا المجهر الضوئي ما قوة التكبير عند المجهر الضوئي نلاحظ أن قوة التكبير عند المجهر الضوئي عشر تالاف مرة أكثر من حجمها الطبيعي وهذا هو شكل المجهر الضوئي مثل ما أنتم عارفينه في المختبر في المدرسة أيضا المجهر الضوئي من خلال هذه الصورة تم استخدام مجالات ضوئية مختلفة فمجهر المجال الضوئي الساطئ ومجهر المجال الضوئي المظلم ومجهر التباين نلاحظ أن في مجهر التباين كانت صورة البراميسيوم أكثر وضوحا وبنهاية أسئلة المراجعة نكون قد وصلنا إلى ختام درس اليوم وحلقة اليوم التي تناولنا فيها مبادئ النظرية الخلوية الثلاث القائمة على أن وحدة بناء جميع الكائنات الحية هي الخلية هذه الخلايا قد تكون بصورة منفردة أو متجمعة وتنشأ هذه الخلايا من خلايا سابقة كما تناولنا ثلاثة أنواع من المجاهر المجهر الضوئي والمجهر الإلكتروني بنوعي المجهر الإلكتروني النافذ والمجهر الإلكتروني الماسح وعرفنا وقارننا بين قوة التكبير حيث أن المجهر الإلكتروني الماسح له قوة تكبير تعادل 150 ألف مرة والمجهر الإلكتروني النافذ له قوة تكبير تعادل 500 ألف مرة أنتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة لكم ألقاكم في الحلقة القادمة درس جديد بعنوان تركيب الخلية إلى اللقاء اشتركوا في القناة